في مخاوف في قلق التوتر نفسي هو الحوت يعني يكاد يكون شفاف حاجات كتير بتأثر فيه اي حاجة بتأثر فيه بتأثر على نومه اول حاجة الترباط في النوم نوم قطع يسحى مخدوط يسحى مخدوط كده ده قلق نفسي واضح بس يعني ايه الدنيا حتزبط التاور انهيار البرج برج قائم في حياتك عايش معاك بقاله فترة ممكن يكون تككير ممكن يكون رأي ممكن يكون علاقة ممكن يكون اي اسلوب حياة بس ده كان خاطئ وبيأذيك يحوت خلاص حينهار ويحل محله نور بقى شمس الظلمة دي تفك بقى وتروح يحل محلها نورا البرج ده لما حينهار حيحصل عندك عملية توازن حتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يا حوت واضح انه مكشفت زين الفترة دي فعلا التقلبات المود قوية يعني هو اصلا الحوت موده متقلب زي زي الابراج المائية التانية متقلبين المزاج جدا بس بقى يعني كمان التقلب حاد في حدية في التقلب الدنيا حتبتزي حتلاقي ان المود بقى ماشي على وطيرة ان شاء الله مستقرة احسن من الفترة اللي فاتت دي بداية الشهر ده الظروف مش مساعدك قوي حوت نفسك تعمل حاجات سواقف في حاجة موقفك الموقفك ده انا مش عارفة اقول ده خوفك لان انت عديت مرحلة الحذر انت انت في مرحلة خوف خايف تاخد خطوة اه ايه الموضوع خايف مش شايف الطريق قدامك او الان من حاجة القلق ده من 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 عكس هنا في النوم برضو خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف ايه الحالة دي بقى انت اضرب باوضاعك وحنشوف يمكن الموضوع يلقى بحالة عاطفية لما نقرأ الحالة عاطفية يمكن ده يكون تأثير حالة عاطفية ده اللي عمل لك القلق ده بس في خير جاي لك يا حوت انت طبعا الحوت معروف بطبته وان هو بطيب الحوت طيب ويعني عملت خير فحد اذن الله خير ده بيرجعلك او حاجة ultime لك اشتغلت عليها مدة طويلة وبعملت ايها مبهور كبير بس مصدش ناتيجة ما جالكش المرضود حيийجي دلوقتي بإذن الله حييجي دلوقتي الناس اللي عندها اورق او عض wirya اانار't v root افسكر دي هتكون برجو السبب من الاسباب الخير الي جاي لك واللي بيؤكد لدي ده الناسبة اللي عندها ورث متعلق الحيتان من المجموعة اللي قول عندهم ورث متعلق ابتكر ده ورث الفلوس اللي هي لك من شخص كبير ده ده ورث وقضايا كانت متعلقة ووقفة ان شاء الله الخير جاي فيه خير جاي زي ما قلت فيه فلوس من شخص كبير بإذن الله اللي حالة الورث والقضاء او القضايا ما بتبططش عليهم فيحوت انت تقريبا اثقت الظن يعني اثقت الظن الحد او اثقت الحكم على حد ما تتصراش في احكامك يحوت انت بتلقائي جدا تلقائي وبتعخوي قوي فبتعدي ممكن تعدي منك حاجات سح وغصبة عنك لو انت ظلمت حد كليز راجع نفسك تاني وانت يعني اكيد هتقرب غلطك او على الاقل تحاول تصلحه في كرت العزل جاستيس زي ما قلنا اما فيه ورق حكومي متعلق او انت سأت الحكم على حد او على شيء سأت الحكومي لوحدك وبتشتغل لوحدك ويعني آخر انتجام عقلك اللمبة منورة بالصنور منور وفيه أفكار بتجيلك وإنت يعني محوطها لوحدك عايز تكون لوحدك وتفكر لوحدك وتشتغل لوحدك الناس اللي لسه ما تجوزوش بس العلاقة قائمة ما فيش علاقات جديدة في الحوت المجموعة دي ما فيش علاقات جديدة العلاقاتهم قائمة في حالة ارتباط أو خطوبة أو شيء في إتمام زواج الناس المتزوجين الله أعلم بيمروا بظروف صعبة شوية أتمنى أكونوا غلطانة بس من الواضح ان هما بيمروا بظروف صعبة شوية طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها لوحدك دي تقعد كده تفرح احنا عايشين في البابل بتاعتنا يعني الحوت بيبقى عامل كده لنفسه بلونة وقاعد جواها وبيحلم موضوع daydreaming أو الحلم اليقظة عنده عالية جدا بيحلم يحلم بيفكر بس الحلم ده هيتحول لهدف هيبقى عندك حالة اسرار ومصابرة انك توصل للحاجة اللي انت فكرت فيها دي طبعا الحوت كبرياء وعالي جدا ده بيوصفك قد انت شخص يعني عندك كبرياء وعايزة نفسه وكمان شخص يعتمد عليه الحوت في المسئولية جبار جبار دي شيء مسئولية ويمكن كمان دي شيء أكتر مما ممكن يتحمل بس احنا قلنا الموضوع ده بتدا يتغير السنة دي والحوت فتنصح وبقى بيشوف نفسه واللي لسه ما حصلوش التغيير ده ياريت يبتدي يمكن ده يكون التغيير اللي انت محتاجه يحوت حالة التضحية والعطاء اللي بدا مقابل وبلا التفكير وحاجة مش منطقية كده لا ياريت البرج ده يا نهار ونبتدي يبقى الموضوع فيها عقلانية نبدي كل حاجة مفيش مشكلة بس لازم لما نبدي لازم يكون في مقابل لازم لما نبدي ما نبقاش جنة على نفسنا فهمتوا قصدي ما تجوش على نفسكوا بالطريقة دي حبوا نفسكوا شوية دي مش أنانية ده حب ذات لازم تحبوا ذاتكم شوية الحالة المالية ما كيش فيها تطور مش شايفة فيها تطور للمرحلة دي ما كيش طفر محلة كفر إنما في أفكار شغالة هتتحول لأهداف شدوا حلكوا والناس اللي تدخنيها على زواج بإذن اللي حيتم مبروك مقدمة حالة القلق والخوف دي يحوت يعني سكيف حاول تعديها بسرعة وتحطي بدلها هدف احلم بهدفك إن شاء الله حتوصله حالة توازن إن شاء الله داخل عليها يحوت وحالة موج البحر اللي انت فيه ده شوية فرحان شوية زعلان شوية متفائل شوية متشائم خلاص الدنيا هتبقى فيها بعلنس هيبقى فيه شوية توازن في الحالة المزاجية بتاعتك دي قراءة المجموعة الأولى العامة الحالة المالية فل لا او الله يا اسبايد علي انا مش لوحدك بس للأسف هو الشهر ده مش واضح فيها اي تغير فيبقى اي نخلي بالنا ايا كان اللي بيجي بنقول الحمد لله وبإذن الله يبارك ربنا يبارك في الرزق وإن شاء الله يحصل تطور الشهور اللي جاي مازالك مستمرة لا بصي يعني ده مش هيفيدنا بحاجة خالص مش هيفيدك بحاجة خالص حاولت تبدل احتسر خوف والقلق ده بأمل وبهدف حط هدف قدامك لا لسه حالة العطفية يا ميز مش نشوف حالتهم العطفية اخبارها ايه ايه بتقولي ايه يا روان وما تهمتش انا برج ايه يا عيما انا برج الحوت وإحنا بنقراقه هو كلمة صح جدا بشكرك يا هدير روان لا الناس اللي مش مرتبطين اصلا السناجل لسه سناجل ما شفتش علاقات جديدة يا رب اكونوا بلطانة ويبعثلكوا طبعا كل خير بس انا ما شفتش الناس اللي مرتبطين مخطوبين او في علاقة في اتنان زواج ان شاء الله اه هو هو مضوعة تانية وبيننا خلافات كتير ومش بنتكلم طب تعالين شوف الحالة العطفية وما ترقين انو وضعهم الحالة المادية تزيل الزيون ايه تكون تمامين حالة المادية مش وقتش فيها طول تطور خالص حبيبتي دلوقتي هنشوف الحالة العطفية اخبار الشريك ايه المتطلقين والمتخصنين والحاجات دي ما كو صفر يا رفعل انا اسفة يمكن اكونوا غلطانة يا رب اكونوا غلطانة بس مشفتش صفر اه انا كمان حوت احنا بايدين فعلا نتخذها كتير بنات كتير اوي انا جايبا دون المرة اللي بيت من الحمل ليه يا دينا؟ هو اليوم انو كنت عصلا فيه كنت بغير الحمل او ايه؟ اي لوفيو تو كده اسمك بالروسي بس اي لوفيو تو حبيبتي يا ياسمين اذا انت اللي امرين يا روحي تساميلي عقرب هنقوله قريب او يا نورهان قريب جدا حبيبي طيب كلمك روضح باشكرك يا جيهان اه تفقلو ان شاء الله في حالة توازن دخنين عليها والقلق والتواصر ده بإذن الله هيروح وزي ما قلنا هنحط هدف وهنفعله وبغفنا كل حاجة جلدان جدا مالويشة لازمة خالص يا ملك الخوف ده حطي يعني اصطماني وربنا ان شاء الله يعني يزرع الامان والطمأنينة في قلبك ما تخافيش من حاجة ان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة جدا وزي ما قلنا في ناس اللي كان عندهم لو فيه فلوس جاية فهي جاية من شخص تجير فيه فلوس جاية اه بس مش تطور في الحالة من باية فيه فلوس جاية ان شاء الله نشوف اللي مكسح بشكورك يا ملنا قوي طيب هنشوف الحالة العطفية للمجموعة الاولى برج الحوت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة